مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قواعد حكم الدول في هذه الحلقة نتناول قاعدة أن من أسباب انهيار الدولة قاعدة تقريب العدو وإبعاد الصديق وهذه القاعدة موجودة في القرآن الكريم لكن سئل أبو مسلم هناك مقولة منسوبة لأبو مسلم القرساني اللي هو قاعد جيوش الدولة العباسية والمؤسس الفعلي للدولة أو المؤسس العسكر للدولة العباسية وسحب الانتصارات الكثيرة على جيوش الأمويين الدولة الأموية سؤلاء ما أسباب انهيار دولة بني أمية دولة الأموية يا سادة كانت إمبراطورية إسلامية من الأندلس من فرنسا حدوث فرنسا كده من جايبة من جنوب فرنسا حتى الهند تخيل سؤلاء ما سبب انت استطعت انتهزمها خلي بالك انه الإخوان في الانتصار مش عارفين يهزموا العسكر خمس نالف ضبط أبو مسلم القرساني طلع بالجيش بتاعه هزم كل الامبراطوريات الضخمة دي كلها واستولوا عليها فياقل من حاجات بسيطة يعني فقال سبب انهيار دولة بني أمية أنهم قربوا الأعدو وأبعدوا الصديق وهذا الذي حدث مع الرئيس مرسي فانهار النظام بتاعه سقط واليوم برضو الإخوان حاب يحصلهم نفس المسألة بسبب الجواسس للمخابرات الزرعون ساعت لذلك وأردغان عمل عكس هذا المبدأ نجح سنتابع هذا المبدأ هو موجود في القرآن الكريم مبدأ هذا المبدأ في الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها محمد رسول الله ده تعريف النبي محمد رسول الله والذين معه يعني فيه كده ايه شقين محمد والمسلمين محمد رسول الله والذين معه سبحانه الله الآية لم تستخدم والمسلمين أنا يعني جات لحاجة والذين معه يعني لو فيه واحد يقول انه مسلم ومتحالف مع اليهود مش مع محمد مش مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد مسلم متحالف مع اسرائيل زي السيسي ولا غير ولا يزعم السيسي مش مسلم السيسي مرتد انما يعني زباط عسكر الصليب اللي شغالي اللي حسابي الكنيسة وكذا وكذا هؤلاء ليسوا مع محمد صلى الله عليه وسلم انما دول مع الكفار محمد رسول الله والذين معهم أشداء شدة أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا المبدأ اللي حصل في نهاية الدولة الأموية انه بدأوا يقربوا العدو ويبعدون الصديق وخلافات داخل بيت لو انتهت الى الانهيار هتجد في عهد الرئيس مرسل الذي حدث حدث تقريب للعلمانيين اجري وراء ستة إبريل اجري وراء البراداي اجري وراء حسن نفعة اجري وراء جابر نصار اللي هو عين في مخابرات عيدته بقاعدة رئيسة من جامعة القاهرة يعني يوم ما ارجعه جابر النصار ده عيده في الجامعة التأسية لن نادي سوزعه شقر شربان فتجد ان السنة للحكم الاخوان لا مش عكس حزم صلاح ابو اسماعيل لم يدعى للقصر الجمهوري ولا مرة انا اسف ان اقول هذا ولا انه راجل مسلم فجرى ترك الابناء التاري اسلامي كان فيه ناس في السجوه يعني جرى انه ايه ارب وراضي العلمانيين وتابو ناس معاك التاري اسلامي جرى ورغم انه يعني ما كانت معاك المهم ده اللي حصل لما حصل الانقلاب العسكري ومنذ اللحظة انحدث الانقلاب داخل جماعة الاخوان المسلمين وتم عزل الدكتور محمد كمال المرشد الفائل لجماعة الاخوان وتم عزله بمؤامرات من المخابرات الامريكية بمعونة من جهات خليجية مولت ودفعت وعزلت الراجل بالفلوس والمال والمباحث كانت شغالة في الداخل اللي مع محمد كمال تخلص فيه حتى هزم هزم طبعا في الاخر لانه تقتل احنا لابد من هزم ولكن بقى كانت محلل هزم محمد كمال واخطأ ومش عشان اهواء وجزمته برقابتي انما احنا عاوزون نعرف لماذا بنقابل مساء عشان نستفيد درس نخص الحلقة لي ذلك هنا اللي تولوا بعد كده بقى اللي عملوا الانقلاب وتولوا قيادة الاخوان بالغصب وبالمال عملوا ايه بقى عشان يدمروا الاخوان قربوا العدو تلقى بقى جاوبتوه تلاتين سونية والانقلابيين ومش عايف مختار كامل وكل الناس دي بيجيبوهم على نفقة الاخوان يعملوا الفنادق في اسطنبول واستضفوه في التليف وزيناتهم منتصر رايح ومش عارف مين جاي وتلاتين سونية ومتحف عسكر الصليب ومتحف الشرطة ومتحف القضاء ولو القضاء اصدر حكم مثلا انه اترانو سنفره مثلا اه شموخ القضاء طب القضاء اصدر ان براعه مبارك اعمل نفسك من بقى ميت وفي ذات الوقت قربوا العدو ثم ابعادوا الصديق صبر مشهور اجتموا حربه مش عارف مين بيقول كلمة اجتموا عاربه وقد العربي مثلا راجل مسلم ده ده راجل مسلم اه لا ما اجيبوش وطلع ما تدوش برامج في التليفزيون شيخ وقده هنم ده راجل مسلم اه مرضو ما تدوش برامج في التليفزيون شيخ محمد الصغير ده راجل مسلم تدوش برامج في التليفزيون على أصدق درجة المسلم ما تدوش برامج في التلفزيون فبالتالي القيادة الحالية هي هي منهجها هدم هذه الجماعة الإسلامية القضاء عليها خالص نفس اللي كان عاوزه للإنجليز من 80 سنة فتجد أن انت في نموذك تركية وأنا عاوز أوريكم الفرق في نموذك تركية لما حدث الانقلاب قبل ما حصل الانقلاب بس سنهج عسكري تجد أن أردوغان الرئيسي المسلم أردوغان طوال 15 سنة اللي حكم فيهم حتى الآن لم يتقرب للأحزاب المعارضة ما عادش تزلف لهم ولا كلام من هذا القبيل أبدا لم يتقرب لخصومه ولم يبعد الصديق بل أضنى الصديق وأبعد الخصوم ولزي حكم قوي في موقف لما حصل الانقلاب العسكري في تركيا انتوا عارفين الشعب التركي المسلم طلع العيال للزباط الانقلابيين ولكده يعني ادهم العلقة التمام السخنة وفي الشارع وفيه مناظر المسكة اللي عام بلبوس وضربوهم وكذا وزي عد نبي عمل لقاء معه الرئيس المسلم أردوغان قال له أنت ما ألان تدين ألان تدين أن دول فيه ناس من شعبك الشعب ده راح وضربوا للزباط دول وعضربوهم وقلعهم من ملابيسهم كذا عارف لو كان حد من الإخوان كان قال إيه إحنا طبعا بنتبرق من هذا وبينودين هذا ومش عارف إيه وهوم لا يمثلون أنا مسألة إيه إبعاد الصديق وتقريب العدو والزباط دولهم حوو والزباط دولهم عارف ماذا كانت إجابة أردوغان وخشوا عليتي بشوفوا اللقاء بتاع تعليق أردوغان على ضرب الجنود الانقلابية أردوغان قال إيه قال أما هؤلاء الجنود والضباط فهم خونة وليسوا من شعبي هؤلاء قتلوا قتلوا نساء وقتلوا أطفال وقتلوا من أبناء الشعب التركي فانت جاي تسألني إن واحد ضربهم ألم ولا عصر وما تسألش هم ما أتلوا واحد أتل أصلا أما قال له أما الذين يضربونهم أما الذين يضربونهم فهم شعبي فهم شعبي شوف مبدأ اللي عايز يقوم دولة ويقوم حكم قوي يقرب الصديق ويبعد العدو ولذلك أنت امشي في كل الدول الإسلامية ستجد أن هذا المبدأ فأي دولة في العالم وأي حركة إسلامية أي خزب المبدأ ده ستجد الأمور تسير وفقا لذلك أنا أرجو من كل مسلم أن هو يطبق الآية الكرآنية محمد رسول الله والذين معه لأن أنا بجد يا جماعة أن الناس بتزعم أنها قيادات ومش عارف كذا بتعاملنا يا أخي بتتنطط علينا وبتتعامل ناس سفلة شوية سفلة أما على جزميتي القديمة يعني وما يلزمونيش بتات التعريفة يعني إنما أنت لما تشوفه قدام العلماني يلحظ جزمة العلماني زي كلب كده يلحظ جزمة العلماني أما يجع المسلم بقى زي صبر ولا كذا ولا كذا يتنطط وأنه مش عارف إيه ده أنا لقيت واحد برضو مرب ده إن البلاستيك كده قولك إيه من صبر مشهور هزي مين يا سيدي صبر مشهور ده ولا أنا ولا حق واحد من مليون وسبعوية مليار وسبعوية أقول لك إنه نكر نكر ونمال وكيف هو لو كان من الإخوان كيف لا يفصلونه ولا يحققونه وكيف يتطاركه ويتتبكلم عن محمد محسوب خلاص تعالوا يعني لغة الاستعلاء خلاص ماشي أنا غلطة نقول بيعمل وجه نازل فبيرجح في البص اللي قابله وده قيادة سابق من الإخوان يعني يرجح في البص اللي قابله ده معاملته موقف مصور ومشهور المسلم اللي بيشرب سجارة ولا بيريح كبريه ولا يتحالف مع الصليبيين ولا كذا ولا كذا لقيته بيتكلم عن أمينة شفية أمينة شفية دي بره شعية فاصقة فاجرة حيات طول حياتها كله بتحارب الإسلام وبيقول لك وبتكلم إزاي إنه كانوا مش عايق عمر التلمسان ولا مين مش للإخوان لما شتمتهم فروزة اليوسف قال لها ممكن نعزمك أجشرب معك شاي أو تشرب معك شاي يعني مش متذكر وذهب إليها وبكل لين وتواضع فتجد الأخ ده هو إبراهيم الزعفران فتجده إنه هو يعني كان بتتكلم عن صبر مشهور ده كأنه يعني ده حشرة لأنه مسلم فهو بقى أشداء على المسلمين وبيجي بقى الشعين الفصاق الفجار لازينا يحاربون الله ليلة نهارا وكل حاجة ورح يبقى لا بقى رحماء رح يبقى أوي وكثير من اللي حصل بعد انقلاب قيادات الإخوان يعني لما كان الإخوان بيقودها القيادات الحقيقية والأصلية لا كان بعمل المسلمين معاملة جيدة وكانوا بتقربوا من المسلمين وكانوا بنعيب عليهم بالتقرب العلمانيين بس كانوا بتقربوا المسلمين وفي ملاحظات احنا مش عجبانا صحيح لكن مكادش ده نهجه لكن اللي عملوا الانقلاب بقى بدعم من الخليج دول لا ده الجنال يخربوا ويدمروا في جماعة الإخوان المسلمين وهذا فأرجو مشاهدات هنا الصورة قد وضحت خطورة تقريب العدو وإبعاد الصديق وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر